صرح الناشط في مجال حقوق الإنسان إنفير قاديروف صرح لقناة وي تي في بأن الجهاز الأمن الروسي FSB ينتهج سياسة القمع والتعذيب بحق مواطني شبه الجزيرة لإرغامهم على التعاون معه بهدف إنشاء شبكة واسعة من المخربين أضاف قاديروف أن الكريملين يسعى بهذه السياسة لإجبار المواطنين على الإدلاء بشهادات ضد بعضهم البعض من أجل القضاء على كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال الروسي ولفت إلى أن هذه الممارسات شائعة ويقوم بها جهاز الأمن الروسي القمع والتعذيب ممارسات روسية يومية حتى أنه في شمال القوقاس تنفذ عمليات الإعدام قبل المحاكمة حيث يختطف المواطنون ويقتلوا هذه الممارسات تجري في المناطق التي يقتنها السكان المسلمون طالبوني بالعمل لصالحهم وبعد رفضي قاموا بتعذيبي بالسعقات الكهربائية وضربوني بعنف وهددوا أقاربي اشتركوا في القناة